الدائرة مالتا اذا زيدت هو حيربطهم بس يخوفني انه احتمال انا مسلكة وهوية فيرتكسات وما ريتم ينربطون خاصة مثلا اذا حافت جدار حافت الجدار مالت الباب والرقن مالتا بتكون هي فيرتكس قريبات فاني مو مال ازيد القيمة هنا وهوية ليش لانه معناها كانه دائرة الولد هي شبيرة شكوا شي داخل هاي الدائرة حيلحمهم انا ما ريت هي شي اخلي القيمة يعني باي اي او انه اكبرها حسب ما انا احتاج يعني انا هسم الساعة الوينت وون هي شغالة بس فرضا هاي الافضع نرجع نسويها بريك اذا هاي الفرتكس كلش بشبيرة او بعيدة واقول لها وولد على الوينت وون متاخذ لازمش اسوي ازيد هادي وانطي وولد بعد لازم ازيدها وانطي وولد بس بس ازيدها بس بازي حمدي هل تريدين اخر شي يتيني انه انترنت فصال اي شكرا طلاب هاي الويلد هتلقوها دفولت يمكن بوينت وون او واحد بالالف هاي المسافة هس انا اذن الاثنين اريد الحمهم البوينت وون ما تشتغل لانه البوينت وون معناها اهنانة لازم وحدة قريبة على وحدة ويربطهم انطي وولد ما يلحم فاش اسوي ازيد هاي القيمة اللي هي كأنه هاي نصف القطر مات الدائرة وبهالاتجاه دا يكبر هذا القيمة هسه اربعة واربعين متر وولد ما يلحم بعد ازيد القيمة صارت ثلاثة وثمانين اقول له وولد هم بعده اكبر القيمة وولد لحم فالقيمة الزغيرة ما لحمت ليش لانه البرتكس خارج اطار هذا القيمة اللي نضيتها اللي هي البيت وون الاصلية زيادتها صارت مية وسبعين يلا لحم لي هذا معناه انه هاي المسافة بين هاي البرتكس وهاي البرتكس هي ازيد من مية وسبعين يلا قدر يلحم لي اياهم هاي فائدة الوولد انه تلحم لي البرتكس التو بيرتكس تحول ليهم الى بيرتكس واحدة يعني عكس شغلة البرك البرك هي نقطة واحدة يسوي ليهم نقطتين الوولد شي يسوي النقطتين يسويهم نقطة واضح شن الفرق ما بين البرك والوولد واضح نقطة واحدة ازيد الكنكت اش سوالي الكنكت ربط لي اثنين بيرتكس عن طريق سيجمت يسوي لي سيجمت بين نقطتين حرة الكنكت سوالي سيجمت هذا فرغا ماكو الكنكت اش سوالي سوالي ضلع بين نقطتين نقطتين باقيات حرة اوكي زي هذا الظلع او خلينا بالفرتكس احسن بعدين ناخذ السيجمت نجوز على المحاورة ثانية هسا هاي النقاط اخذنا الويلد اخذنا الكنكت زي انا سأطلع من البرك الويلد الكنكت بس هو هاي البرتك ما طالع منها في تحتية وهمينها ماكو من وين هذي القائمة هذي اللين يعني من ادوس عليه ما يطالعش اضغط على البرتكس فعل حتى اطلع النقاط وهسا اقدر اساوي عليها البرك والويلد اه اه شكرا عفونا محنش قلنا اول شي لازم افعل اني شنو اللي اريد اشتغل على البرتكسات حتى تصير عندي موديفارات خاصة بالبرتكس اريد على السيجمت اضغط على السيجمت فتطلع لي الموديفارات تشتغل على السيجمت اريد اشتغل الاس بي لين افعل الاس بي لين وتطلع للموديفارات الخاصة بالاس بي لين واضح هسا احنا بالبرتكس اكو امكانية انه هذا الظلع هسا هذا مو ظلع احاول الى ظلع شلون لازم عندي نقطة هنا فحتى يصير ظلع مصح فاحتاج اضيف اهنانا نقطة شان اضيف النقطة تنظف عن طريق الريفان الريفان شي سوي افعل الريفان واجي على الظلع اللي اريد احوله الى ظلع وصار عندي هذا ظلع وهذا ظلع ليش لينظفت لهنانا نقطة زين اريد هذا هم يصير اثنيا هو زين قلنا فرضا هذا الظلع اريد احوله الى ظلع فلازم احتاج اضيف نقطة هنا شان اضيف النقطة انفعل البرتكس واروح على الريفان امطي نقطة هنا صار عندي هذا ظلع وهذا ظلع امطي نقطة هنا صار عندي ظلع ظلع ثلاثة امطي نقطة هنا صار واحد اثنين ثلاثة اربعة اوكي عن طريق شنو الريفان الريفان هذا الريفان هو يضيف لي عدد لا متناهي من النقاط بس الاضلع مو بالتساوي يعني هذا ظلع القياس مالته مو نفس قياس هذا ولا هذا نفس قياس هذا ولا نفس قياس هذا كل ظلع شكل اذا اريدت اضيف او اقسم وضلع الى اقسام متساوية شا اسوي اروح على السيجمنت افعل واحد من السيجمنتات اللي اريد اقسمه و رايت اكتب ثلاثة وانضي ديفايد شا صار عندي واحد اثنين ثلاثة اربعة الاصلي واحد و ثلاثة هو عدد الاضلع اللي انا قلته هذا شل التقسيم هو بالتساوي اذا تبعو هذا الظلع مساول هذا الظلع مساول هذا الظلع مساول هذا الظلع يعني الفرق بين الريفاين والديفايد الذي ينطين تقسيم متساوي للاضلع الريفاين هو باي اي كيف ديرتكس وRefine وأقعد أخلي كليك بكيفي أنضي نقاط بالمكانات اللي أنا رائدة كيفي الدفايد لا أفعل السيجمات وأروح للظلع وأروح للدفايد أكتب العدد اللي أنا أريده وحطه بالي أنه سيكون العدد اللي أنا كاتبته زائدا أنا الأفلي راح يطلعلي يعني راح تطلعلي ثلاثة سامي كتبت اثنين هتطلعلي ثلاثة أنطي Divide فصار عندي ضلع ضلعين ثلاثة واضح الRefine والDivide طلاب نعم نرجع بعد عدة أقسمة إلى عدة أضلع عندي طريقتين يا أما Refine يا أما Divide أختار الRefine أول شي الRefine إيش هيسويلي؟ ينطيني إمكانية إنه هذا وRefine أضيف Vertex بكيفي بس إيش راح ينطيني؟ هذا باي آي راح يطلع هذا الظلع ما مساول هذا الظلع وهذا الظلع ما مساول هذا وكذلك إيش قد ما خليت هو ما راح يطلع لي بالمضبوط زين إذا أريدت بالتساوي إيش أسوي؟ أستخدم طريقة الدفايد الدفايد ويا من تشتغل؟ تشتغل ويا السيجمت أروح على السيجمت فعلت السيجمت يا سيجمت أريد أقسمه؟ أقول هذا أريد أقسمه وين أروح؟ أروح على الدفايد أحدد الأضلع أخلي ببالي هذا العدد اللي راح أكتبه من راح يصير هنا حيصير زائد واحد فهنان إذا كتبت ستة النتيجة حتطلع لي كم ضلع؟ سبع أضلع أقول له دفايد صار عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ذول السبعة متساوين بالطول كلهم متساوين مو مثل الريفايد هذا الفرق ما بين الريفايد والديفايد تمام ستة الديفايد ينطيني متساوي الريفايد ينطيني غير متساوي عفوا أوكي نرجع على الفيرتكس مرة ثانية نشوف بعد شكوا عندنا الفيرتكس إذا تجون اتباغونه هنا هنميك فرس مرة نحتاج عندنا الفلت والشامفرد دول هم كلش مهمين الفلت تنطيني تجويره مثله مثل الأوتوكاد هذا الفلت وهاي القيمة ماته طاني راديس أوكي التشامفر شي يسوي التشامفر يسوي لي ضلع من الريفايد واضح الفلت يسوي لي تدويره التشامفرد شي يسوي يأما أن تقيمه هنا لتشامفرد مثلا هاي الفيرتكس من هنا أو أنه أجي هنا وعم طريق يعني الماوس اللي فوق اللي يجول أوكي الفلت يسوي لي تدويره منه والشامفرد يسوي لي ضلع